الحديث ونحن على مشارف ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث حول محبته في البداية نريد أن نتعرف على موقعية الحب في الإسلام أنقل لكم روايتين الرواية الأولى عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض أمن الإيمان هو هذا الحب لعلاقة بالإيمان أم لا فقال عليه السلام وهل الإيمان إلا الحب والبغض ثم تلا قوله ثم تلا هذه الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إذن الحب هو حقيقة الإيمان وفي رواية أخرى عن مولانا الباقر الإمام الباقر أتاه قوم من خراسان دخلوا عليه فنظر إلى رجل منهم قد تشققت رجلاه تمزقت فقال له الإمام ما هذا فقال بعد المسافة يعني سبب هذا التشقق أني جيتك من شقة بعيدة قال بعد المسافة يا ابن رسول الله وَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِي مِنْ حَيْثُ جِئْتُ إِلَّا مَحَبَّتُكُمْ أَهْلَ الْبَيْتُ كُمْ أَهْلَ الْبَيْتُ جَاءِ مِنْ خُرَاسَانِ إلى المدينة بسبب الحب فقال له الإمام الباقر أبشر فأنت والله معنا تحشر قال معكم يا ابن رسول الله قال نعام ما أحبنا عبد إلا حشره الله معنا وهل الدين إلا الحب قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن شاء لاتباع الحب إذن موقع الحب هو من صلب الدين ومن صلب الإيمان إنجل معرفة حب النبي صلى الله عليه وآله في القرآن وفي الرواية الآية مخيفة حقيقة يعني الإنسان إذا تأمل فيها يخشى منها إلا آية تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واحد يحب عشيرة يحب آباء يحب أبناء يحب أزواج هذه دائرة المقربة من البشر ثم قال وأموال اقترفتموها والقرآن يقول وتحبون المال حبا جم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إذا كان هذه العشيرة والآباء والأبناء والأخوان والأزواج وأموال التجارة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأموال تهديد هنا الواحد يسأل نفسه هل أنا أملك حبا لرسول الله أكثر من حبي لأبنائي وزوجي وأبي وأموي وأشيرتي وأموالي وبيتي هذا كلام صعوب لهذا اللي يشعر أنه إذا قال فدأك أبي وأمي موجاد يجب أن يطور من الحب يجب أن ينمي الحب في قلبه هذه الآية الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن عبد لا يؤمن حقيقة الإيمان حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترة إليه أعز من عترة ويكون أهلي أحب إليه من أهله وتكون ذاتي أحب إليه من ذاته إذا نحن المطلوب أن يرتقي الحب ليكون الحب أكثر من حبنا لأنفسنا وهذا بعض الصحابة عاش هالمعنى في غزوة تبوك طلعوا الناس مع النبي فصال واحد يتخلف الثاني يقول ليه هذا خير ويأتي 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 أبو ذر وش السبب أبو ذر جمل نحيف هذا فقير عنده جمل نحيف يضر يمشي يمشي ما يمشي إلى أن الجيش تقدم أبو ذر صال وراه قالوا لك أبو ذر تأخر قال نفس الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر شاف روحة متأخر شاف روحة أسرع من الجمل ترك الجمل ومشه صاب العطيش وصل إلى ماء وإذا به بارد عذب زلال والله لا أشرب حتى يشرب منه حبيبي رسول الله زي النبي موعد شأن عنده ناس عنده ماء ما يقدر يلتذ بالماء إلا أول النبي وظل يمشي عطشان إلى أن لمحوا قالوا كجاي رجل قال أبو ذر يعني فوصلوا سقط من وصل عند النبي طاح من العطش رواية قول النبي قال أسرعوا إليه بالماء فقال بصوت ضعيف عندي ماء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال عندك ماء وتعطش قال لما وجدته باردا زلالا قلت والله لا أشرب حتى يشرب حبيبي رسول الله هذه تربية إحنا يا أحب قد واحد يحب شخص قد يحب امرأة من بعيد لأنه ما في عاشرة فالخيال يتحرك يزيد الحب يوم اللي يززوجه يقل الحب هذا حب صديقي من بعيد من اختلطه يازهد فيه إحنا نحب النبي من بعيد لكن اللي عاشوا معاه غير هذا واحد كان يبيع زيت في الرواية ما يومي يجي طالع النبي قبل لا يطلع في شغله طلع راح جي طالع النبي مشر ذكر النبي رجع جي دي حب للنبي ما أقدر إلا من أذكر كجي النبي افتقد فقال سأل عنا قالوا احنا بعماش فينا أياما لبسنا للبسون يعالهم راحوا يصبح دكان سألوا عنا جيران قال لو كان أمينا صدوقا مات توفاه الله لكن في عيب وذكروا معصية عنده فقال النبي هذا يحبني يحب لو كان يعني لو كان يطفف في المعاملة الله بيغفر لي لحبه لي فإذا اللي عاش ويا النبي الحقيقة جزء منها عاش ويا لأنه مو 24 ساعة النبي اللي يشوف من النبي استهوا وخلا عيش هذا المعنى اللي القرآن يطرح إذا احنا بحاجة بحاجة إلى أن نقوي حبنا لرسول الله كيف نقوي بصورة سريعة الوقت انت أن نطلع كماله وجماله فإن النفس البشرية تنجدب إلى الجمال وتعشق الكمال فإذا تجسد ذلك في إنسان صار محبوبا وهذا النبي بلغ مقاما لم يبلغه مخلوق فقد وصل إلى قاب قوسين أو أدنى فالتعرف على جمال سيرته ينشد الإنسان محبا عاشقا له هذا واحد اثنين النظر إلى الشريعة التي جاء بها إلينا وأتممت عليكم نعمة نعمة رقم واحد هذا الدين هذه الشريعة التي هي أكمل شريعة ملائمة للفطرة تخرج الإنسان من الشقة إلى السعادة من الجاهلية إلى النور إذا واحد يتأمل في جمال الشريعة ويعرف أن هذا هو الذي جاء بها كان وسيطا يحبه ثلاثة أن ننظر إلى الأمة التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا الأمة فيها ناس تمردت التي تمرد تاريخها ليس مشرف لكن الذي انقاد لأدب النبي وأخلاق النبي وما جاء به النبي تشوف شعلة ضي إلى اليوم خط الممانعة خط الدين الأصيل تشوف غير يرفع الراس يخلي الأمة تعيش العزة هذه العزة الله أرادها بيصنعه النبي صلى الله عليه وآله فبقدر ما نعيش ما علمنا إياه رسول الله نعيش أمة عالمة أمة عزيزة مقتدرة وبقدر الابتعاد عن هدي النبي ينتابنا ما ينتابنا من ذل الأمر الرابع الذي أيضا يزيد من حبنا لرسول الله هو أن نتعرف على العناء الشديد الذي قام به وكابد وجاهد من أجل أن يوصل الشريعة إلينا نحن عدنا في الرواية سؤل صلى الله عليه وآله من أشهد الناس بلا أن قال الأنبياء ودى نروح لرواية منسوبة إليه يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت يعني أزيد إنسان ابتليه والأنبياء وأشدهم رسول الله وأذية ما كان لأنه بايع جو اشترونت وأساء إليه لأنه يحمل الشريعة جمال أخلاقه فلقد خريم وفي الإسلام علي أهل كبيرة وعند لنكون معه إن شاء الله في الجنة